مستشفيات ومراكز مغربي لتنبض حواسكم بالحياة هل هناك علاج دوائل المياه البيضاء؟ إلى الآن لا يوجد علاج دوائل المياه البيضاء علاج المياه البيضاء هو التدخل الجراحي توقيت التدخل الجراحي ده ناخده من المريض المريض عندما تؤثر المياه البيضاء على نوعية حياته ونشاطه يبقى تستلزم أنها تجرى يعني هل تجرى لما المريض يقول أنا مش حاسس بيها ما عنديش أي مشكلة في القيادة أو في الفرجة على التلفزيون أو في مطالعة الكتب الجرائد ما بتأثرش على نشاطه ونوعية حياته بأي صورة لا يستلزم التدخل فيها لكن طالما أثرت على نشاطه هو ده الوقت اللي بننصح المريض أنه تزال المياه البيضاء طبعا في تاريخ العلاج بتاع المياه البيضاء زي ما قلنا من 30 سنة و35 سنة كان بتزال عدسة العين كاملة عدسة العين دي هي زي ما قلنا بالورية ويبقى شكلها عام زي حبة الترمسة لها قشرة ولها نواة ولها محتويات داخلها فاللي كان زمان كنا بنشيل الترمسة دي كلها على بعض القشرة بكل المحتويات بتاعتها طبعا مع تقدم العلم بقى الأسلوب الجراحي دلوقتي إن إحنا نقشر الترمسة دي ونشيل كل المحتويات اللي جواها ونحط عدسة تاني جوا إشرة الترمسة بحيث إن العدسة دي تبقى محاطة بجزء من إشرة الترمسة الأمامية وكل الإشرة الخلفية ده وضع فيسيولوجي بيبقى مرضي للمريض تماما وبتؤدي إلى تحسن النظر ورجوع النظر بصورة طيبة طرق علاجها دلوقتي أصبحت متقدمة يعني كان الأول زي ما قلنا بنشيل العدسة كاملة وبعدين بنشيلها جراحيا ونترك الإشرة دلوقتي بنشيلها بالطريقة الحديثة وهي الموجات فوق الصوتية ميزة الموجات فوق الصوتية هي بتعمل إيه؟ بتفتت العدسة أو محتويات الترمسة عن طريق الألتراسونيك ويفز أو الموجات فوق الصوتية ثم يتم شفط المحتويات دي من خلال الميزة فيها إنها بتجرى دلوقتي من خلال فتحة 2 ملي أو 2.2 من 10 وحتى أقل من 2 ملي كمان فيه تزال العدسة وتزرع العدسة الجديدة مع التقدم العلمي أصبح الليزر له دور برضو في علاج المياة الزرقاء وهو اللي بنسميه الفيمتو كاتركت الفيمتو كاتركت فيدته في إيه؟ إنه هو بيزود عامل الأمان للعملية يعني إيه؟ يعني التدخل الجراحي للعملية لو قلنا إنه هو فيه تدخل يدوي في عشر خطوات يدوية الفيمتو ده بيقلل التدخل اليدوي إلى خمس خطوات بس يعني يبقى الخمس خطوات الأولانين بيعملهم جهاز الفيمتو كاتركت فبيؤدي إلى زيادة عامل الأمان هو اللي بيعمله الليزر إيه؟ إنه هو الترمسة زي ما قلنا الإشرة الأمامية بتاعتها هو اللي بيقشرها الليزر وبعدين يخش على العدسة يفتتها تأشير العدسة أو الإشرة الأمامية من العدسة العين أو المحفظة الأمامية عشان تعمل مركزية وبطريقة دقيقة يدوياً دي بتتطلب مهارة وتطلب وقت طويل من التدريب لما بتعمل بجهاز الفيمتو ده طبعاً لا تعتمد على مهارة ولا تعتمد على دقة في إنها تطلع مركزية زي ما بتتعامل يدوياً يعني هو الجهاز بيقوم بهذه العملية إنه يطلحها مركزية ويطلحها بدقة شديدة بدون الاحتياج للتدخل اليدوي تفتيت العدسة هو بيخلق شقوق في العدسة اللي هي بنسميها كراكس بيفتت العدسة عشان بعد كده أما خش أشيلها بالطريقة اليدوية في باقي الخطوات تبقى أكثر سهولة وأكثر أمانة للمريض مستشفيات ومراكز مغربي لتنبض حواسكم بالحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر